اخبار اليوم اول صدق صبحي قد اجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الى قبرص بحضور وزير الدفاع بجمهورية قبرص وعزفت الموسيقات السلام الوطني لجمهورية مصر العربية هذا وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية كما تم التفاهم حول زيادة اوجه التعاون المشترك في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكل البلدين